شايف انه ده انسب للشباب ولا ان يكون فيه وظيفة ومستقر وعارف يروح امتى وبيجي امتى وعارك مرتبه في اخر الشهر هو نبتدي الاول ان المفروض كل واحد من الشباب يبقى عارف امكانياته وعارفه وعاوز ايه لان كل حاجة في الحياة فيه مميزات وفيها عيوب فانا النهاردة العمل الحر شباب كتير اول نفسها تشتغل عمل حر من اهم مواصفات العمل الحر اللي انا لازم يكون عندي مهارة وعندي حاجة مش موجودة عند الناس تاني يعني لازم انا مستخدم عايز اعمل لوجو عايز اعمل انا شركة عايز اعمل لوجو مش هروح لأي حد هروح لحد يكون عنده مميزات وصفات مش موجودة عند حد تاني فالقصة هنا بتدور حوالين اللي انا لازم يكون عندي ميزة تنفسية انا كطالب او كموظف او عاوز اشتغل عمل حر فانا لازم اكون عندي حاجة اقدمها اكتر من الناس اللي جنبي فعلى هذا الاساس الناس اللي بتشتغل في العمل الحر بحتاج اللي هي النهاردة تنمي نفسها وتعرف هي ناقصها ايه وتكمله لان العمل الحر كمان فيه ميزة جميلة جدا ميزة التنمية الذاتية اللي انا النهاردة انا موظف في الشرك وبشتغل في دوام الساعة 8 للساعة 4 انا بشتغل حسب سياسة الشرك بس انا لما بشتغل نفسي وبشتغل في العمل الحر انا لازم بقى اكون عندي اعرف تسويق كويس اكون عندي مهارات الكترونية كويسة اعرف العملة بتوعي مين فالموضوع مش ايه مش موضوع مش سهل اللي انا النهاردة حدوس على الزرار هروح اشتغل بكرة عمل حر فانا لازم اقعد افكر كويس انا امكانياتي ايه علشان كده دايما انا بنصح الشباب اللي عايز اشتغل عمل حر يروح يشتغل الاول في شرك يشتغل تحت اداره يتعلم قليات العمل عاملة ازاي والدنيا اخبرها ايه وبعد كده وهو ماشي يكتشف هو امكانياته ايه ويقدر ينتج في ايه وبعد شوية يبتدي النهاردة يكبر شغله في العمل الحر لان النهاردة هو هيتعامل مع زبايا فلازم يقدر يوصل لزباين جداد كل يوم على هذا الاساس وصوله للزباين لازم يعرف تسويق كويس لازم يعرف ادارة اعمال كويس لازم يعرف الزباين محتاجين ايه لان كل يوم فيه متغيرات الحياة كلها حاركة لسه بتتكلمه على الزكاء الاصطناعي الدنيا بتتغير كل يوم طلب السوق للاعمال مختلف يعني من عشر سنين ما كانش فيه احتياج للجزء بتاع التصميمات والفويس اوفر وفيه شغلان كتير قوي بتاع تظهر في الفترة اللي فاتت فعلى هذا الاساس انا النهاردة ما اقدرش اقولي العمل الحر هو الحاجة النموذجية ولا العمل في الشركة الحاجة النموذجية انا كموظف انا لازم انا اختار او كطالب انا لازم اعرف كويس امكانياتي ايه وانتك في ايه وانا شطر في ايه طيب شازي كان بيقول فيه ناس ما بتحبش تشتغل تحت ادارة حد او تبقى بتشتغل لها مدير ولها مواعيد سابتة اعتقد ان العمل الحر انت مجبر تكون اكثر التزاما وبتشتغل عدد ساعات اكبر مما لو كنت بتشتغل موظف لان لو ما عندكش حاجة تقدمها ولو ما التزمتش جدا وبالعكس قدمت ميزة تنفسية انك بتقدم شغل اكثر دقة في وقت اقل وبتكلفة اقل ايه اللي حخليني يجيلك صح ما هي دي بقى النقطة اللي الناس بتفتكرها او الشباب الصغير بيفتكر ان العمل الحر ده حاجة الطف واجمل مع ان العمل الحر زي ما حالك قلت كده انا ممكن لو بشتغل موظف هشتغل 8 ساعة بس سنانة انا بشتغل حمل حر ممكن اشتغل 12 و13 و14 و15 ساعة لان انا بشتغل لنفسي مفيش حد اه من المميزات اللي مفيش حد قاعد فيه بيقول لي اعمل لو ما تعملش وانت جيت وانت مستقبلي التزامات اللي عادة بس هي بقى من عيوبها ان التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية لو انا ما عنديش ادارة وقت كويسة هضيها لان انا هاعد قضي وقت كله بشتغل وما عنديش بقى وقت اللي انا بروح فيه وباجي فيه فانا ممكن النهاردة اعود اضيه بس حجني سمار اللي انا بعمله ده قدام لان انا يعني كل فيه نظرية اسمها نظرية الاحتمالات كل ما هخبط على بيبان اكتر احتمالية البيبان تفتح اكتر فانا النهاردة كل ما هشتغل اكتر كل ما هتعلم طرق شغل جديدة كل ما هعرف صوفتوير جديدة كل ما هتعامل مع عملاء اكتر لان كمان العمل الحر انا بشتغل كل حاجة يعني انا بعرف العملاء بتوعي مين بعمل تعاقدات بلم فلوسي من برا من العملاء دول بابني جسور من الثقة والمحبة مع العملاء بتوعي ترجمة نانسي قنقر